قضية اليوم عنوانها ومضوعها الاجتهاد بين مقاصد الشرع وفقه الواقع نعم الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع الإلهية الهادية إلى طريق الخير والهدى وقد خصها الله جل جلاله بالعموم والخلود والشمول وفتح باب الاجتهاد في فهم نصوصها وتنزيل أحكابها على الواقع حتى تبقى صالحة لكل زمان ومكان فما المقصود بالاجتهاد في الإسلام وما هي أبرز ضوابطه وقواعده ثم كيف يسهم إدراك فقه الواقع في نجاح المجتهد وإصابته مقاصد الشرع كل ذلك سنعرف تفاصيله في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة وسلنا الكريم أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا بكم بارك الله فيكم ونبدأ أستاذ الكريم بالسؤال عن مقصود بالاجتهاد وأي علاقة بينه أي بين الاجتهاد وبين التجديد والإحياء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بداية سلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته وشكرا لكم على هذه الاستضافة وشكرا لاختياركم لهذا الموضوع الذي أحسبه من الموضوعات المهمة التي نحتاج أو تحتاج الأمة الإسلامية إلى الالتفاء إلى الاهتمام بها في هذه المرحلة الراهنة لأننا نمر بمنعطف تاريخي خطير جدا لا ملجأ ولا مخرج لنا من هذا المنعطف إلا باجتهاد هي الأداة هذا الاجتهاد يمثل بالنسبة للأمة الإسلامية وسيلة من أهم الوسائل التي شرعها الله جل جلاله لإخراج الأمة للإجابة على كل التحديات وللتصدي لكل الظواهر أو النوازل التي تنزل بساحتها وحسنتم سنو عندما بدأتم بالتالي هذا المصطلح رغم شهرته وحضوره الواضح في كل محفل وفي كل موقع وفي كل مكان لأن كثيرا من الناس لا يدركون حقيقته والحقيقة هي أن هذا المصطلح يراد به معرفة الوسيلة وعلم يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية وإلى تنزيل هذه الأحكام أي هذا الاجتهاد يحتاج إليه العالم الذي يتصدى للفتوى يحتاج إليه القاضي الذي يتولى تنزيله يحتاج إليه الحاكم الذي هو الأخر مسؤول عن تطبيق هذه الأحكام كأن العالم يبدأ ببيان بإبراز ببيان هذا الحكم ثم يقوم القاضي بتطبيقه على الأعيان على الأوصاف ويكون الحاكم مسؤولا التنزيل النحائي لهذا الحكم هذا الحكم إذن معرفة الأحكام الشرعية أو علم يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية وإلى تنزيل هذه الأحكام في واقع الناس وكونه علما نقصد به أنه ليس متاحا لكل أحد ولا يمارسه كل أحد بل هناك أناس تمكنوا من أدواته تمكنوا من علومه هم أولئكم الذين يتولون ممارسة هذا العلم أو تطبيق هذا العلم لذلك قال جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وأهل الذكر هم أهل الإجتهاد هم أولئكم الذين يملكون القدرة على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يملكون القدرة على إبراز المقاصد الثاوية وراء هذه الأحكام الشرعية يملكون القدرة على معرفة المآلات التي تترتب على الأحكام عندما يراد تنزيلها في الواقع المعاشر إذن كونه علما هي حقيقة وكونه علما فهو علم مكتسب ليس هو علما يحتاج يظهر علينا شخص يقول أنه أصبح مجتهدا لكي تكون مجتهدا تحتاج إلى تلك مشروط التي تحدث عنها العلماء عندما تتمكن منها سنذكر بعضها وهو آلة من آلات التجديد إذا من السؤال عن علاقته بينه و بين التجديد يأتي السؤال عن علاقته بالتجديد والإحياء التجديد هو إعادة القديم جعل القديم جديدا أنت تجدد بيتا ربما يكون أصحابه الهرم أو التسدع تحتاج أن تعيده تريد أن تجدد لباسا قد أصيب بالبلاء وتريد أن تجدد فكرا كان قديما ران عليه أو تراكم عليه ركام هائل من الأمور فالتجديد هو إعادة القديم إلى جديد لكي يصبح القديم جديدا كان في أصله مؤثرا كان في أصله حاضرا كان في أصله موجها وقد أصبح للظروف ولتراكمات عاجزا أن القيام مما كان يقوم به إذن إذا كانت النصوص شرعية وإذا كانت الأحكام شرعية التي ورثناها والتي عرفناها والتي كانت قيمة على تصرفات الناس لم تعود هذه اليوم قادرة لأن تفعل ما كانت تفعل من السابق نحتاج إلى الاجتهاد وهذا الاجتهاد إلى التجديد وهذا التجديد هو إعادة هذه الجدة تجعل من القديم جديدا ويصبح القديم الذي كان ضعيفا قويا ويصبح القديم الذي كان بات عاجزا يصبح كذلك قادرا ألا أن تكون بالمهمة لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال أن الله يبعث على رأس كل مئة عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها وأمر دينها لا لأنه يأتي بدين جديد أنه ذلك الدين الموجود ولكن تراكم عليه ركام هائل من الخرافات من البداعي من المخالفات من الأمور التي جعلت منها دينا منسحبا عن دائرة التوجيه الذي كان يقوم به يوم أن كان فاعلا ويوم أن كان قويا إذن تجديد في فهمي النصص التجديد هو يستخدم المجتهد لتجديد هذه إعادة الحيوية إلى الأحكام الشرعية التي كانت لها من قبله هذه الحيوية التي أصيبت بالبلا بالهرمي أصيبت فيها كان من قبل موجها لم يعود الآن موجها ما السبب ما الذي جاء له منسحبا ما الذي جاء له محمشا لأننا نحتاج أن نتعرف على هذه الظروف كانت حضارة قائمة ما الذي جاء لها آفلة آفلت نحن نحتاج أن نتعرف الأسباب نتعرف على هذه الأمور التي أثر في هذا الدين الذي كان كما قلت قيما وكان موجها نريد أن نعيده ونعيد إليه هذه الحيوية والفاعلية والقدرة على التوجيه وعلى التسديد وعلى الترشيد نعم إذن التجديد يمثل مهمة أو غاية مقصدا من المقاصد التي يسعى إليه الإجتهاد لأنه من خلال الإجتهاد نستطيع أن نقوم بالتجديد نعم لا يمكن يجدد غير المجتهد إذن هي علاقة قوية بينهم قوية جدا ومثل السؤال أيضا عن علاقة أخرى أو وجوه الارتباط بين الاجتهاد ومقاصد الشريعة مقاصد الشريعة يراد لها الحكم الملحوظة للشارع من كل تشريع في تشريعاته المختلفة ما من عمل يقدم عليه الإنسان العاقل العادي إلا وله هدف من هذا العمل نعم والهدف هو هذه الذي نعرفه باللغة الشرعية يسميه المقاصد أي هي الغايات والأسرار التي وضعها الشارع في كل حكم شرعها عندما قال وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ما المقصد لعلكم تتقون لتحقيق مقصد التقوى مقصد الاستسلام لله جل جلاله مقصد شكر الله جل جلاله يتحقق من هذا إذن الصوم فرض وهو حكم وكان المقصد منه تحقيق التقوى والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه إذن نحن بحاجة أن ندرك أن الأحكام الشرعية سواء كانت تلك الأحكام عقلي علمية سموها عقلية أو كانت أحكاما عملية أي فقية أو كانت أحكاما تربوية أي تهذيبية هذه الأحكام كلها لها مقاصد شرعية معتبرة وهذه المقاصد يتوصل إليها المجتهد هو الآخر إذن هنا هنا يأتي كذلك المجتهد الذي يمكنه لله يرزق له فهما يستطيع أن يستنطق هذه النصوص ليستخرج منها هذه المقاصد وهذه المقاصد هي التي تطمئنه وهي التي تجعل الذي يطبق الحكم الشرعية مطمئنة إليه وفي قصة سنة إبراهيم قال ربي أرني أنظر إليك ربي أرني كيف تحيي الموت وقال ولم تؤمن أرني أنظر لي قال ولم تؤمن قال ولكن يتمئن قال بلى ولكن بلى ولكن يتمئن قلبي أي أنا مؤمن بك يا ربي ولكن قلبي يحتاج أن يتمئن كيف يتمئن هذا القلب إنما أعرف حقيقة أن الله جل جلاله ليس إنكارا فلذلك كثير من أولئكم الذين اليوم يتهجمون على الحديث عن المقاصد ويعتبرون الحديث عن المقاصد كأنه حديث في المحظور أرجو من الله عز وجل أن يهديهم ويعلم ويدرك أن المقاصد بحاجة إليها كحاجتنا إلى الأحكام الشرعية لأن الأحكام الشرعية المجردة دون أن تكون مرتبطة بالمقاصد بمقاصدها يسعب على كثير من الناس إدراكها ويجب على كثير من الناس التمثل أو الامتثال بها لذلك نحن بحاجة إلى أنها الدنيا وهنا الفضل لله جل جلاله ثم لهذه دولة المباركة من خلال علمائها الأكارم الذين يرجع إليهم الفضل بعد الله عز وجل إلى إبراز الاهتمام والعناية بالمقاصد في العالم اليوم أنا أقول ذلك وأنا شاهد ومواكب لحركتي لتاريخ الاهتمام بهذا يكفينا أن الإمام الشاطبي رحمه الله الذي ينتمي إلى هذا الغرب الإسلامي الذي من خلال كتبه أبرز هذه الأهمية وهذه الضرورة بالنسبة للمقاصد وما يعتبر رائد علم مقاصد يعتبر رائدا ولمملكة المغربية سبق في هذا يكفينا أن علماء كبارا عظاما في هذه الدولة المباركة تركوا لنا آثارا متميزة ومن أهم تلك العلامة علال الفاسي رجل الدولة الذي له كتاب متميز في هذا المجال ومن أتى بعده من بعض العلماء إلى أخمم بن عشور وغيره ممن حاولوا لكن قبلهم ابن الرجب ابن العز بن أبد السلام الجويني والباقي لكن التركيز والإصرار على إبراز هذه الأهمية الفضل فيه بعد الله عز وجل يعود إلى الإمام الشاطبي شيخ المقاصدي كما يعرف في هذا نحن بحاجة إلى الحديث رغم من يعارضنا ومن يعترض على هذا الحديث عن المقاصد نعم ربما إن شاء الله نخصص حلقة خاصة للحديث عن علم مقاصد وأهمية والحاجة إليه في عصرنا الحاضر لكن سنعود إلى الاجتهاد وسؤال كيف نشأ الاجتهاد عند المسلمين وكيف تطور الاجتهاد نشأ من أيام في أصره صلى الله عليه الصلاة والسلام من الثابت والراجح من الثابت والراجح عند أهل العلم أن الرسول الله كان يجتهد صلى الله يجتهد فيما لم ينزل فيه وحي واجتهاده إما يصبح وحيا بمعنى إذا أقره الوحي على أقره على اجتهاده أصبح وحيا إذا لم يقره الوحي على هذا الاجتهاد ينزل الوحي ليصححه والفرق بينه وبين المجتهدين للآخرين أن المجتهد إدراكه أو تصحح اجتهاده هذا الأمر في علم الله جل جل أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الآيات التي نعرفها التي ما كان للنبي أن يكون له أسرى عبس وتولى وآيات كثيرة في القرآن الكريم التي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصحه له ما رآه اجتهاد ما كان ما عامله اجتهاد ليس تصحيحا للوحي الوحي لا يصحح الوحي الوحي ثابت ومستقر وثابت فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر أصحابه بل دربه رباهم علمهم الاجتهاد لكي يعلموا أنه بعد كتاب الله وبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الملجأ هو الاجتهاد لذلك في الحديث الشهير الذي نعرفه جميعا حديث معاذ بن جبل وحديث أبي موسى العشعري أن رسول صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى اليمن وسأله بما تحكم إذا أرد عليك قضية أو حادثة بما تحكم يا معاذ قال أحكم بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد ولا آل اجتهد ورأي ولا آل إذن أجتهد أي ولا آل ولن أركبا متن الشطط ولن أحيد عن هذا المنهج أي هناك المصادر المصادر الأصلية الثابتة التي ليست حولها ليس حولها خلاف الكتاب والسنة ولكن بعدهما يأتي الاجتهاد وهو الاجتهاد الذي طوره العلماء سمعه الأدلة الفرعية وهي الأدلة التي يرجع إليها بعض العديد إذا تعذر الحصول أو العثور على حكم من كتاب الله من سنة رسول صلى الله عليه وسلم يستعان بالاجتهاد من أجل الكشف أو من أجل بيان الحكم المناسب انطلاقا من المقاصد الشرعية ثاوية في تلك النصوص من الكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الاجتهاد من عصره صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فريضة الاجتهاد عبادة شعيرة من شعائر المسلم يجب على الأمة التي تتوقفها يجب على الأمة أن يكون فيهم مجتهدون هذا فرض كفاية على الأمة الإسلام فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين وهذا التفقه أساسه هو الاجتهاد أي أصبحوا بعد تفقههم قادرين على أن يمارسوا الاجتهاد يقدم الأجوبة للنوازل الأجوبة للمستجدات للتحولات للمتغيرات أجوبة للظروف التي يعيشون بها يجعلون من الكتاب والسنة ومن أحكامهما قيما على حياة الناس نعم وهكذا إذن الاجتهاد من أيامه صلى الله عليه وسلم واستمر أصحابه صلى الله عليه وسلم يجتهدون ومن الخلفاء الراشدين ومن أتوا بعده من التابعين من التابعين وتابعيهم ومن أئمة المذاهب الذين نعرفهم حتى يومنا هذا حتى يومنا هذا يميسى وقف الاجتهاد عند الأم ما كان له ليتوقف وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله إنه لا يمكن أن ينقطع أن ينقطع إلا بانقطاع الشريعة إلا بزوال الدنيا وهو الاجتهاد طبعا بأشكاله الاجتهاد في فهم النصوص والاجتهاد في تنزيل النصوص خاصة الاجتهاد الذي يتعلق بتحقيق المناة وهو الاجتهاد الذي يعرف لهم بالاجتهاد التطبيقي والاجتهاد التطبيقي مبناه أساسه الاجتهاد النظري أو الاجتهاد المعرفي أو الفهمي أو الاجتهاد العلمي الذي نحتاجه أي هما اجتهادان متداخلان لاغنى لبعضهم لأحدهم عن الآخر نعم وهنا سيد الكريم ذكرتم عن أن الاجتهاد هو فرض كفاية نعم على حال الأمة نعم إذا لابد أن يقوم به بعضهم نعم ومن يقوم بهذا الاجتهاد أو من هم المؤهلون يعني هؤلاء هذه الفئة يعني لابد من الفئة من الأمة أن تقوم بالاجتهاد صحي إذن ما هي أو ربما ما هي الشروط المطلوبة والواجب توفرها في هؤلاء الذين يقومون بالاجتهاد وأيضا سؤال عن شروط الاجتهاد وذواب أحسنتم وهو الآية تدلنا لذا فلولا نفر من كل فرقة منهم الطائفة هذا فرض كفاية خطاب لأولئكم الذين يريدون أو يجب عليهم أن يصبحوا مجتهدين يمارسوا الاجتهاد أن يعدوا له العدة والعدة هي العلوم والأدوات والمعارف التي يحتاجون إلى تمكن منها إلى التأهل فيها إلى استعابها إلى التشبع منها وهي العلوم التي تعرف من علوم الكتاب والسنة من علوم اللغة من علوم المقاصد من علوم العام والخاص من علم وصول الفقه من علوم السنة ومن هذه العلوم التي ذكرها وهي اليوم أصبحت ميسرة نعم ويمكن الأصول إليها بسهولة بالغة يعني بسهولة تستطيع أن تأخذ أهم العلوم أهم القضايا أهم المبادئ التي يحتاج لها الإنسان لكي يصبح قادرا على أن يفهم كتاب الله على مستوى اللغة معرفة اللغة العربية ولأن الشاطبي من كان مبتدئا في فهم اللغة فهو مبتدئ في فهم الشريعة كما قالها ومن كان متوسطا في فهم اللغة فهو متوسط لأن القرآن الكريم بلسان عربي مبين لا يمكن لأحد أن يدعي فهمه فهما حقيقيا صحيحا عبيقا إذا لم يكن له إلمام ومعرفة باللغة العربة ليس مبتدئا ولا متوسطا لا متوسطا لأنه ما يكون متقدم لأنه يريده مجتهدا أما إذا لم يكن يريد أن يكون مجتهدا فيكفيه الحد الأدنى الحد الأدنى والحد الأوسط والحد الأعلى لأنها مهمة لا ينهل لها كل أحد مثله مثل بقية التخصصات اليوم الطب هل كل أحد يجب في المجتمع يصبح طبيبا هل يصبح كل أحد يكون طبيبا لا أولئكم أناس على قدر من الفطنة أو الفطانة والذكاء الذكاء الفطري ويسقل ذلك بهذه العلوم والمعارف التي ذكرناها معرفة اللغة العربية معرفة علم الحديث معرفة علم أصول الفقه معرفة المقاسد علم أصول الفقه يجمع كل هذه العلوم العام والخاص والناس والمنصوغ المطلق والمقيد وعبارة النص وإشارة النص وبعد ذلك معرفة الواقع والذي يعرف اليوم بفقه الواقع نعم لقضية مهمة وهو اليوم هذا معرفة الواقع يمكننا النصل إليها من خلال ما يعرفه بالعلوم الإنسانية أو علوم الاجتماعية هي علوم نسجت حول الإنسان تقدم تفسيرا لظروفه النفسية تفسيرا لمحيطه الاجتماعي تفسيرا لظروفه الاقتصادية تفسيرا لواقعه السياسي تفسيرا لتكوينه وهكذا هذه معرفة المبادئ الأساسية من هذه العلوم باتت اليوم شرطا من الشروط الأساسية للإجتهاد أنا أربع بفقه يريد أن يغامر بالفقه دون إلمام بهذه المبادئ الأساسية في علم النفسي في علم الاجتماعي في علم التاريخي في علم الحضارة في علم العمراني يحتاج إلى أن يلم أن تكون له هنا لا نريده الحد الأعلى نعم لكن نريده هنا الحد الأدنى الذي يستطيع يفهم من خلاله الظاهرة التي أو الحادثة التي تعرض عليه لدراساتها وهنا نهنئ مؤسسة دار الحديث الحسنية نعم في هذا البرنامج الجديد الذي تقوم عليه هذه المؤسسة العريقة التي تجعل من من يتخرج فيها بعد ذلك قادرا على أن يعيش مع الواقع الذي يعي فيه أن يوجه هذا الواقع نعم لأنه يكون قد تشبعا وتعرفا وأدركا ومن هذه المبادئ الأساسية في هذه العلوم التي تورب العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية على مختلف المسميات إذن نحتاج إلى هذه المعارف نحتاج إلى معرفة اختلاف الناس واختلاف الناس الذي يعرف بمعرفة الفقه المقارنة أو فقه علم الخلاف أي يكون الفقيه ملما بالمذاهب الأخرى بالاجتهادات السابقة اجتهادات الصحابة اجتهادات التابعين اجتهادات أئمة المذاهب كثير من الناس يقول إن هذه القائمة الطويلة من الشروط تجعلها كأنها مستعصية لا والله إنها ليست مستعصية ألا من يريد أن يتشبع منها ألا من يريد أن يشرف عليها ألا من يريد أن يدرسها لأنه مهمة ليست كأي مهمة والطب لما يذهب الإنسان لك يدرس الطب سنوات إلى سنوات فهذا يقول لماذا ثم سنوات لأن هناك خطر هناك خطرين خطر على أبدان الناس وخطر على أديان الناس الخطر أو الشخص الذي يمثل خطورة على أبدان الناس من تصدى لتداويهم لتقديم الإعلاج لهم دون أن يتمكن من العلوم التي تمكنهم سيدر سيدر بهم يعني بدلا يصف لهم دواء قد يعطيهم ما يحول هذا الدواء إلى ذلك ومن هو خطر على أديان الناس ذلك الذي يتسنم ويتسلح ويتعدى على هذه الحمل اجتهاد دون معرفته دون تمكن من أشروته دون تمكن من أدوات من علومه وهي علوم متاحة كما قلت لا يكفينا اليوم أن ندرس في جامعاتنا في مراكزنا في مؤسساتنا هذه العلومة التي يعتاج لها المجتهد والتي أصبحت اليوم متاحة فيها يعني لا يعلم شيئا في علم الحديث كيف؟ أن له أن يقول فقد يكون مثل حاتب الليل يأتي بحديث موضوع ولا يعلم أن هذا الحديث موضوع يعني يبني أحكاما شرعية أحدث موضوع على أحدث ضعيفة لا يعرف أنها ضعيفة ولا يعرف أنها موضوع لأنه لا يعلم شيء من علم الرجال نعم وهنا يحتاج إلى أن يعرف وربما قد يتحدث بالنسبة لقضايا لا يعرف الواقع الذي يأيش فيه الناس نعم لم يتمكن من إدراك هذا الواقع وأهم منها مقاسد الشريعة مهمة جدا أهم شرط من هذه الشروط هي معرفة مقاسد الشريعة أي فقي أي إنسان يريد أن يتصدى للإجتهاد يريد أن يتصدى للإفتاء وربما يريد أن يتصدى حتى للقضاء يجب أن يكون ملم من مقاسد الشريعة بعض الناس يقول لماذا نعم كما هو الحال بمعرفته للغة العربية كما هو الحال بمعرفته للعلم وصول الفقه وعلم الحديث وغيره فهو بحاجة إلى أن يعرف مقاسد الشريعة لأن هذه المقاسد تعصمه من الزلل تعصمه من الخطل تعصمه من ضرب النصوص بعضها ببعض تعصمه من الاعتداء على الثوابت من الخلط بين الثوابت والمتغيرات بين المحكمات والمتشابهات علم المقاسد اليوم أسبح اليوم الذي يفترض فيه أن يصبح علما من العلوم التي يحتاج إليها المجتهد في هذا العصر في كل العصور شروط شروط الاجتهاد تتطوروا وتطورت مع تطور الزمان وحاجة الناس إليها نحن نعيش في عصر اليوم تطورت هذه العلوم وأصبح هذه العلوم في مصاغة في مقررات في كتب في مدونات يسعى اليوم أن نعد أولئكم المجتهدين أن نصنعهم هنا بحاجة إلى الصناعة المجتهدة المجتهد يصنع المجتهد يصنع ويحتاج أن يصنع وكونه يصنع يجب أن تبدأ أن تكون هناك المواد الأولية متوفرة فيه الذكاء الفطري الاستعداد النفسي ثم بعد ذلك مثل ما تقدم على الطب يكون هناك امتحان أولي امتحان شفوي امتحان يتأكل بهذه ثم بعد ذلك يقبل الإنسان في البرماج أو لا يقوى كذلك الحال في الاجتهاد نحن بحاجة إلى أن ننقل هذه المهمة الإلهية ربانية العظيمة من أن تكون في عالم الأشوائيات الارتجاليات في عالم الفلتات نعم في عالم الفتاة نريدها أن تتحول إلى مؤسسة مؤسسة يخرج منها أولئكم القادرون على ممارسة هذه الشعيرة نكرت مستاذي الكريم مؤسسة وهنا سؤال به نختم إن شاء الله إذا تكرمتم أن يكون الجوة مختصرة لأنه وقت الحلقة داها معنا الاجتهاد المؤسساتي اليوم هو الأكثر لأن الاجتهاد الفردي هل لازم نتحزاته في عصري دا اليوم عن الاجتهاد الفردي أم لا بد من الاجتهاد المؤسسات نحن بحاجة إلى الاجتهادات الفررية في القضايا الفررية في القضايا الخاصة الاجتهاد المؤسسي هو السمام والأمان نعم المجالس العلمية التي أسسها تأسسها الدول ولهذه الدولة المباركة السبق في ذلك هو السمام الأمان للأمة الإسلامية وللمجتمع هؤلاء هذه المؤسسات هي تضم بين جنباتها كبار علماء الأمة نعم كبار المفكرين كبار علماء القانون كبار علماء الاقتصاد هؤلاء يدركون من الأحكام ومن المقاصد ما يجعل فتاواهم ما يجعل اجتهاداتهم موفقة أو أقرب إلى الصواب من الاجتهادات الفررية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تنزل بهم نازلة يجمعون لها الصحابة الصحابة الذين كانوا يجمعونهم هم علماء صحابة نعم وهؤلاء اليوم هذه المؤسسات التي لدينا وأنا هنا أهنئ كذلك إمارة المؤمنين التي هذه الإمارة التي أراد الله عز وجل أن تكون ظله في الأرض التي أسست هذه المؤسسات نعم المجلس العلمي الععلى المجلس العلمي الجهوية هذا المحلي الأخرى كلها ليحافظ للناس دينهم نعم وليعصمهم من الخطر ومن الزلل ليعصمهم من الانهراف أن منهج العزو وليعصمهم من التقول على الدين والإفتئات على سلطة ولي العمر نعم شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ دكتور قطب مصطفى سانو وذكر أنكم الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة شكرا جزيلا لكم أستاذ الكريم كان يودنا أن نواصل الحديث عن هذا الموضوع نستفيد منكم ولكن وقت الحلقة انتهى شكرا مرة أخرى شكرا لكم أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات وإلى حلقة قادمة بحول الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة